نعم بارك الله فيكم و أثابكم الله هذا أحد الإخوة يقول نلاحظ بعض من المسلمين و خاصة من الشباب من يتساهل في أداء فريضة الحاج و يسوف في ذلك أحيانا يتعذر بمشاغل فما حكم ذلك و بماذا تنصحون هؤلاء قال الله جل وعلا و لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فمن استطاع الحج بوجود المركوب المناسب له و بوجود الزادي و بوجود ما يحتاج إليه في سفره و في إقامته في هذه المشاعر عليه أن يستغل ذلك بطاعة الله و الإخلاص له و التعاون مع إخوانه المسلمين و الرفق بالمسلمين و عدم إزعاجهم و عدم إحداث ما يغير هذه العبادة العظيمة عن حقيقتها فلا يحول الحج إلى شعارات و إلى نخوات جاهلية لأنه عبادة لله عز وجل يجب فيه الإخلاص و التعاون و الرفق بالمسلمين نعم نعم بارك الله فيكم و أثابكم الله